طيب أنا في حاجة بقى لي كم يوم كده بعض أسرخ فيها وأتكلم فيها فضل سألت فرصة برضو أنت تكون معي النظر فضل فيه كلام في التحاد الكرة كانوا بيدرسوه سواء كملوا بقى وما كملوش يقولك إن إحنا عايزين نقلل أجانب في الدول المصري وأنا شخصياً طلعت سرقت في القصة دي وقعدت أقول يا جماعة زودوا يعني نقلل ليه ما نزود أنا مش هابل أول رأيك إنت سمعني رأيك بعد كانت نقاش فيه هارد عليك في النقطة دي بس أنا بسروري أنا آسف فاقد الشيء ده يعطيه اللي يكرر الخمس أنت لازم عم تيجي تعمل قرار لازم تدرسه الأجانب دول أضافوا إيه لمصر مثلاً أو للدور المصري في حلال آخر خمس سنين طيب الناس دي تصرفها اليوم قد إيه الناس دي بعدما جوم مصر تلوا فين فبناءاً عليه هتعرف تعمل الصناعة بتاعتك يعني هتقول الله يتقعد أنا بستفيد جداً من الناس اللي بتيجي من مثلاً المالي بيجو رخوص جداً إنت لازم تعمل أنت إتحاد الكرة بيعمل إيه؟ إنت بتدرس الموقف عشان تنهض بالصناعة يعني أهم أي نادي في الدنيا إنت عندك منظومة شكلة 24 ساعة في النادي فعليك بقى إتحاد الكرة أنا بقولك بس الإكسبينس بتاعتنا اللي هي بتاعت الجونة اللي هي نادي يعني بس بنقولي هادي فيه 24 ساعة شغل إنت عندك لايبة وعندك لبسة وعندك أصابات وعندك دوقات بتعمل منظومة الإعلامية عندك حاجة كتير قوي بتعملها ما بالك بقى إتحاد الكرة طب ما بالك بقى إتحاد الكرة اللي يرأسه ما بيخدش الفلوس أصلاً إنت هجيب وقت منين أصلاً إنت تعلي المستوى بتاع الكرة المصريين إنت هتعرف فين المشكلة فين إنت فين المشكلة إنت فين المشكلة إذا وقت الوقت ده هيجيبه منين هيجي على حساب بسم شغله لو شغله أنا رغيش دايماً إن البنايتم اللي بيخدم في الكرة ده لأن بيشوف فلوس رائح جاي كتير صورة الأسف لازم لازم يا دقاء ده فلوس وفلوس كتير طبعاً تملع لازم لأن الكرة أنا مش عارف هو أنا ما أدارش إن أنا النهار ده يجي على بيتي وعلى أولادي يا كريم عشان أقعد 24 ساعة أخطط مثلاً للمسابق لكرة المصريين طبعاً 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 ومعليش إنت روما عادش كده لو ما عادش كده هتشك فيك طب أو بلاش هتشك فيك مش هتعرف تدي وقت مش هتعرف تطور أيهاب أنا عايز أعرف هو هتعرف ساعة ساعتين اللي بيحصل ده سيبك بقى مع عبر السنين كلها لا فيه مشكلة كبيرة في الفكر نفسه كمان أنت بتيجي تقول تتكلم على الأجانب دلوقتي أنا بقولك لازم تدرس الأجانب سيبك من الأجانب يا أجانب مش مشكلة الأجانب أنت أنا دائماً بقول لازم تنقش بره بيحصل إيه وهكده تهدم الموضوع وهكده تبتكر يعني نفهم الأول قالت الأول كده بيسموها جود لكن إحنا بنجود ما بنفهم إنت ما بتفهمش وبنجود بالعكس نجود أه لا طب إحنا لين نروح كده أه نروح كده إزاي أصلاً أما جيب سوري محترامي للناس كلها على كيروش ده الراجل عنده سيفيه كبير جداً وعنده إكسبرينس كبيرة جداً واشتغل مع لعبة كبيرة كتيرة جداً إنت فين من معلومات الراجل ده بغض النظر إيه بقى أنت متفك على قصته وهو راجل فهم هو بيفهم إزاي أو كوبر فهم إزاي عشان درس حاجات معينة في الترو ودرس حاجات معينة في الدعي المصله فبالتالي عارف الإمكانيات اللعيفة في مصري كده فبالتالي احنا عبيهم كده عنده فكرة صح؟ مش فكرة ده مش صحي منهم عشان نلعب كورة لا، هو صحي عشان درس وراح عاسي بتشهور يدرس وبعد كده عمل كده عمل انت فين كان مدرب في مصري عنده هو بيقى فلوس ليه يعني أنا عزفة ما محد يجي يتأمر عليك كده ويقولك أنا حضرب كذا حضرب كذا إنت بتتأمر ليه؟ إنت صارف على نفسك كده إيه؟ كمدرب عشان تقعد حط رجل على رجل وتقولي عزفة 750 وعزفة 500 وعزفة 600 كسبت العالي واحد سفر وزبالتك واحد سفر إيه ده عملت إيه؟ كسبت العالي واحد سفر ده مصري بتكامع مصري بتكامع مصري ده مدربين عندنا كده برضو؟ يا راجل لا لا، إن فيش حد يشتغل في مصري لدي لازم تقول كمان 4 سنين 5 سنين محدش حينزل الملعب غير ما يكون ده عالي لايسنس 1 2 3 4 ولازم يكون برو لايسنس عدد معين في سنة كذا زي ما يكون عندك منتخب مصري يا كريم في سنة ستة وعشرين انت بتخطط له من دلوقتي أيوه؟ عما تيجي تخطط له من دلوقتي مش هتخطط لتشوف انت لازم تبص على محمد صاحيكو عنده كام سنة طب تعالى بقى وصيه تحت الناس صغرى دول اللي انت أصلاً ما تعرفش عنهم حاجة خالص ولا 2003 عارف عنهم حاجة ولا 2005 عارف عنهم حاجة والكارسة بتاعتك ان المتاخد البنبي انت مشيت مش هقطع برضو انت قول ما مسكت انت مشيت انت بتنشيه جريب اللي هو أصلاً بسوعاً 2001 ده في شهر كم؟ شهر اثنين نهاره في شهر ستة الاجنة الدولية بتاعت المتاخد البنبي في شهر تسعة انت ليه سايب وقت ما بين شهر اثنين لغاية شهر ستة أربع شهور فيه متوقفات كتير قوي مش بتستفيد من الوقت الشهر الناس عادة في البيت مش بس بستفيد ده مدارب المتاخب غير المتاخب الأول انت بيقعد يدور ويشوف فين الكلام ده؟ انا عندي مشكلة كمان حتى زي ما انت قلت في الفيجين نفسها احنا ليه منبص تحت رجلينا؟ ليه تحت؟ اناسيبك من اللي حصل والتصرحات والكال انت خطتك ايه عشان الولمبياد بتاعت اللي جاية انت عندك جيل كويس قوي انت عافة لو شفت انت جيل 2001 و 2003 و 2004 عندك جيل كويس وخامات كويس لك انت في الاضارة بتاعت الموضوع مفيش القطاع ناشين قفل المسابعة بتاعته الكريم في شهر 4 اخر 4 واول 5 سوري اول 7 في حتة دي يعنى حيوضوا في البيت كل ده لو كانت مدوري يخلص الناشين ده هنعم ديهم ايه؟ القطاع الكبير او القاعدة الكبيرة او اللي هي اصل مستقبل مصري دي اللي عادة في البيت دلوقتي انت بتعم مع ايه؟